انا مش عايز اصدمك بس في الشرح ده هقولك على طريقة هتدخلك هولندا من اهم شروطها ان انت تكون خارج دول الاتحاد الاوروبي او خارج منطقة الاتحاد الاوروبي وبرضو من اهم مميزاتها ان انت هتعمل التأشيرة ديت مرة واحدة وممكن تدمن لك ان انت تستقر طول عمرك انت واولادك داخل الدولة صباح الفل يا صديقي هولندا زي ما تقول كده غارق من الدول اللي بتعمل فهي كمان عملت فيزا او تأشيرة اسمها او هاي سكيلد ووركر هاي سكيلد ووركر دي تأشيرة بتقدر تدخلك لهولندا وتستقر لو انت ذو مهارة عالية او صاحب مهارة عالية في مهنة من المهن اللي فيها احتياج داخل هولندا طيب احب ببشرك وقولك ان هولندا شغالة كويس جدا على المجالات الزراعية وفي نفس الوقت على مجالات الزكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت على مجالات الشركات الناشئة اي انها تعمل على التصنيع وعلى الزراعة وعلى المجالات اللي بتحتاج ان حضرتك تكون جينيوس في الكمبيوتر وما شابه ذلك يعني حضرتك لو عندك اي اكسبرينس في الحاجات ديت هتقدر تشتغل هولندا كمان بتشتغل كويس جدا 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 على البناء فحضرتك لو من الطائفة البنائية برضو هيكون ليك فرصة عشان كده صل على الحبيب لايك شير سبسكرايب يلا نخش بسرعة نشوف الفرصة ديت لان انا متأكد ان هي ان شاء الله هكفيدك بسم الله الرحمن الرحيم انا عارف ان وقتك مهم جدا عشان كده عايزك تركز معايا عشان ما نضيعاش وقت ونخش في الموضوع بسرعة احنا النهاردة هنتكلم عن تأشيرة التأشيرة ديت زي ما قلتلك في الاول من شأنها ان هي تدخلك لهولندا طيب انا اخش هولندا عن طريق ايه انا اخش هولندا عن طريق اني انا اكون عامل ذو مهارة عالية يعني من الاخر هتكون في شركات عندها عجز الشركات ديت عايزة عمالة من نوع معين طيب الدولة فتحت باب ان انت تدخل لها عن طريق ان انت تكون مش من سكان دول الاتحاد الاوروبي او منطقة الشنجن تعال بقى نترجم مع بعض ونشوف دلوقتي عشان نبقى فاهمين او عشان نبقى مركزين هنقسم الشغل بتاعنا على جزئين اول حاجة هوريك الشركات اللي تقدر تدخلك لهولندا وهوريلك القيمة وطبعا هوريلك تجيب القيمة دي ازاي عشان تعرف تقدم للشركات دي وتاني حاجة هوريلك ازاي تبدأ تتعامل في الموقع الحكومي عشان تقدم صح بسم الله ده كده اول موقع معانا دي الشركات اللي ممكن تدخلنا او الشركات اللي تقدر تدخلنا عن طريق العمالة النظامية طبعا هي قيمة كبيرة جدا تقريبا فيها اكتر من خمسين في المية من شركات هولندا انا بس كل اللي عايزك تشوفه عايزك تشوف ايه اسماء الشركات عشان خاطر تعرف هي الدنيا فيها رايحة الفين يعني الحلول الميكانيكية المتكملة الحلول الدولية تي بي في انتل انظمة المنابر ده كله للزكاء الاصطناعي طيب انترفود انترفود العالمية انترفورس طبعا هو الترتيب هنا ابجدي بس لقصد اولهولك ان انت هتلاقي تقريبا كل القطعات اللي انت عايز تشتغل فيها او تقدر تشتغل فيها موجودة يعني هتلاقي شركات ليها علاقة بالزكاء الاصطناعي هتلاقي شركات ليها علاقة بالانتاج الخاص بالفودان بفرج هتلاقي شركات ليها علاقة باكتر من قطاع كل الناس بتسأل عليه طبعا انا مش عايز اقولك ان احنا نعتمد للاسماء بتاعة الشركات دي بس طيب تعالي نرجع ورا كده خطوة في الموقع ده بص انا بيقولك ايه يمكن للراعي المعترف به التقدم بطلب الحصول على تصريح اقامة للموظفين او الطلاب على سبيل المثال تعرف على المنظمات التي تعتبر راعية ومعترف بها طيب الجهات دي معترف بها حسب غرض الاقامة اول واحد للعمال المنتظمة والمهاجرين ده والمهارات ودي الحاجة اللي احنا عايزينها تاني حاجة هتبقى السجل العام للمربيات والتبادل ده حاجة لها علاقة بالكيرجيفرز كده يعني حضرتك لو ليك علاقة بالكيرجيفرز او حرك لو ليك علاقة بالكيرجيفرز ومعك ما يوضبط ذلك تقدر تدخل عن طريق تاني قائمة القائمة التالتة دي قائمة التعليمية دي لو حضرتك عايز تدخل هولندا عن طريق الدراسة بس انا سألت حد من اصدقائنا اللي هناك قالوا لي ان الدراسة بتبقى غالية شواف ولندا فبالتالي انا منصحش بيها غير للي عايز يعني فأنا مش هحطف حزباني اول طيب انا كمان عندي فرصة للباحثين العلميين لو حرج باحث وعايز مكان يقدر يحتضن ابحاثك ومختبر قوي مثلا تقدر برضو تقدم في الفرصة دي احنا هنرجع تاني ندوس على اول لينك طيب هو هنا بيقول لك صالحة حتى اتنين اغسطس معنى كده ايه معنى كده ان القائمة دي بتعمل لها اوب جريد كل فترة طيب هل يباسم القائمة دي كلها هتطلع لا اكيد في شركات هتضاف لها وفي شركات هتطلع منها طبعا هتلاقيني سيب لك القائمة دي كل دي شركات اي شركة فيهم تقدر تخش على الموقع الرسمي بتاعها وتبعت لها السي في بتاعك فعشان كده مطلوب من حضرتك يكون عندك سي في قوي بيتخطى محركات اي تي اس للبحث عشان خاطر يقدروا يختاروك بسهولة لاني هيبقى الطلب على الشركات عالي جدا اهم حاجة الوظيفة اللي بتقدم عليها ماتشنج مع السي في بتاعك فبالتالي حضرتك ممكن تدخل تشوف الوظائف على الموقع الرسمي للشركة تاخد اسم الشركة وتدخل على جوجل هيجيب لك الموقع الرسمي بتاعها وتبدأ تقدم على الوظائف اللي تقدر تشتغل فيها طيب هتعمل ازاي السي في دا السي في دا بيكون ليه شوية مواصفات كده معينة وبقى ليه شوية اختبارات تورينا السي في مدى قوته على برامج او على انظمة اي تي اس احنا بنقدر نقدم لك الخدمة دا عن طريق الايميل اللي هتلاقي موجود في الكومنت المثبت وفي شرح الفيديو تاني شق معنا بص هنا دي تاني صفحة او تاني لينك معنا مهاجر دو مهارات عالية بيقولك هنا للعمل في هولندا باعتبارك مهاجر دو مهارات عالية فانت بحاجة الى تصريح اقامة لا يمكن الا لصاحب العمل المعترف به من قبل دائرة الهجرة اللي هي القائمة اللي احنا كنا بنشوفها دلوقتي والتجنيس التقدم بطلب للحصول على تصريحك اقرأ المتطلبات في الاول هنا في الاول بيطلب منك حالتك هتقوله هنا جنسيتك تعالى طب الاول نقلبها كده انجليش جنسيتك هتبدأ تكتب له جنسيتك انا هكتب له مثلا جنسيتي مصري يعني عندك اقامة تقول له نو تقول له سن هو سألني في الاول قال لي انت عندك اقامة او عندك اي اقامة بقالها سنتين في المانيا تقول لأ قال لي طب عندك اقامة في هولندا هنا بدأ يطلع لي المتطلبات بتاعة التصريح بص بقى معايا قال لي هنا للعمل في هولندا باعتبرك مهاجر ذو مهارات عليها فانت بحاجة لتصريح اقامة وبعدين نزل تحت قال لي المتطلبات اول حاجة يكون عندك عقد من راعي معترف بي اللي هي اللينكات او الصفحة اللي احنا ورنها لكم تاني حاجة تكون استوفيت متطلبات الدخل يعني يكون الراتب اللي هو هيقدمه لك ما يكونش اقل من الراتب الطبيعي بتاعة الدولة طيب بعد كده طيب لو انت واحد من الناس اللي شغالها في الكيرجيفرز لازم تكون مسجل عندهم في سجل المتخصصين الفرديين في الرعاية الصحية وديت صاحب العمل هو اللي بيسجلها لك طيب خلينا احنا مش بنتكلم عن الكيرجيفرز احنا بنتكلم عن العمالة العادية تعال نقودش نشوف العملية والتكاليف هنبدأ من الاول خالص احنا ازاي نقدم مبدئيا كده انت ممكن ما تقدمش اي حاجة وصاحب العمل هو اللي بيتكلف او مسؤول الموارد البشرية عند صاحب العمل هو اللي بيتكلف بتقديم ده كله مبدئيا هيتطلب تصريح اقامة مؤقتة ساري المفعول وده تصريح هو بيعملولك طيب بعدين بيتطلب منك شوية وثائق صاحب العمل بيكون عنده قايمة بالمستندات اللي انت عايزها عشان تبدأ تقدم وتبدأ تشتغل على الانترنت قالك لو عايز تعرف القايمة ده هتدخل هنا وتشوف بس الورق ده قبل ما تقدمه لازم تترجمه وتصدق عليه من الصفارة بتاعتك ومن الخارجية باللغة الهولندية او الانجليزية او الفرنسية او الالمانية طبعا احنا بالنسبة لنا ممكن نترجمه باللغة الانجليزية اخواتنا في شمال افريقيا ممكن يترجمه لان او يطلعوا باللغة الفرنسية على طول بعدين قالك يمكن لصاحب العمل تقديم هذا الطالب عبر الانترنت او كتابيا يعني يقدر يبعت ميل او يقدمه كتابيا عن طريق البريد ويتقدم صاحب العمل بطلب للحصول على تصريح الاقامة المؤقتة في نفس الوقت يعني انت مش تقدم حاجة قالك الرسوم بتاعت الطالب بتبقى 380 يورو فقط وصاحب العمل بيتفهى عن طريق الخصم المباشر قالك كمان في بعض الاستثناءات يعني في ناس معينة تقدر تعمل استثناء ومتتفشل رسوم ديت لو عايز تعرف الاستثناء هتدوس على الهايبرلينك ده هيدخنك على الاستثناءات قالك انت بعد ما بتعمل كل ده بتنتظر لمدة 90 يوم حتى يتم اخذ القرار طيب يا باسم انا هاعد 90 يوم في بلدي انا عايز اقولك ان انت ممكن تشتغل على طوبي لو صاحب العمل في بينك وبينه علاقة طيبة يعني مثلا لو انت شغال في الشركة ديت في بلدك وصاحب الشركة عايز يجيبك لهولندا لغارة شغل معين هيقدر يجيبك قبل 90 يوم ويعمل لك اقامة او يعمل لك دعوة عبال ما الورق بتاعك يخلص والورق يطلع وتمشي بشكل قانوني طيب انت ما تعرفوش وهو ما يعرفاكش ما افتكرش ان هو هيغامر ويبدأ يجيبك قبل 90 يوم لاني كل يوم تأخير عن الرجوع لبلدك بعد التأشيرة او بعد مدة الاقامة ما تخلص بيدفع عليها رقم كبير اوي بعدين بيجي لك القرار سواء كان ايجابي او سلبي على الايميل بتاع صاحب العمل هنا بقى بيبدأ يقولك ايه انت عادت لمدة 90 يوم بيقولك انت هنا ممكن تاخد بطاقة اسمها من الممثلية الولندية او من السفارة الولندية وتقدر تسافر بيها لهولندا مجرد ما يجي لك الطلب اهم حاجة يكون جواز السفر بتاعك ساري وصالح لمدة 6 شهور على الاقل من تاريخ سفرك لما بيكون تصريح الاقامة جاهز في احد مكاتب دارة الهجرة والجنسية هيجي لك انت بقى خطاب تقدر على اثر الخطاب ده تحدد معادي وتروح تستلم الاقامة بتاعتك وعيش يا معلم وتبدأ بمجرد ما تاخد الاقامة تشوف ايه هي اجراءات ان انت تستقطب اولادك وتمشي وتعملها طيب يا عم باسم اللي انت بتقوله ده كله صعب جدا هقولك على حاجة هو صعب بالنسبة للشخص الغير مؤهل لكن انت لو شخص مؤهل هتقدر تقول انه هو مش صعب خالص وبعدين تعالى نتكلم في ناحية منطقية انت شايف القائمة ديت احنا اصلا مش عارفين نجيب اخرها من كتر ما هي كبيرة جدا انت عايز تقنعني ولا شركة من الشركات ديت هيكون عندها وظيفة تتناسب مع السيفني بتاعك لو عايز نصحتي طول ما انت بتفكر بالفكر ده مش هتعمل حاجة خالص لكن اللي انا عايزه ان انت تخش تعمل لنفسك زي جدول كده تخش تشوف الشركات ديت بتشتغل في ايه وتشوف هتتناسب مع شغلك ولا لأ لازم تكون هتتناسب مع شغلك بجد طيب بمجرد ما تلاقي حاجة تتناسب مع شغلك ابدأ تابعها اعملها فولو وابدأ جاهز السيفي بتاعك والسيفي قوي لان السيفي ده بجد هو بوابتك للهضرة ولو عايز يا سيدي تعرف اكتر عن الخدمة ديت ومش عارف تعمل السيفي لنفسك هتلاقي نسايب لك ايميل في الكومت المثبت وفي شرح الفيديو ابعت لنا عليه ايميل وإحنا ان شاء الله هنقدر نعمل لك السيفي ده وطبعا دي بتبقى خدمة مدفوعة لاني احنا متعقدين مع ناس بتعملها مش احنا اللي بنعملها احنا الغاية نخلصنا شرحة بتاعنا شكرا جدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة